في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين رحل عن عالمنا الفنان الكبير دكتور عزة أبوغوف عن عمر بيناهز سبعين سنة ده كان داخل إحدى المستشفيات بعد معاناة طويلة مع المرض ومن المقرر أنه تشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة النجمة عزة أبوغوف ترك تاريخ ثمين من الفن وشارك في العديد من الأعمال وأشهر فيلم عمر وسلمة الأجزاء الثلاثة وفيلم كمان لا تراجه ولا استسلام وعبود على الحدود وزنئة ستات وإسماعلايا رايح جاي وآيضنه وبخيطه عديلة وغيرها من الأعمال الرائعة طبعا بالإضافة اللي كانوا كمان بيضع الموسيقى لكثير من الأعمال خاصة في بداية حياته الفنية بعد كده طبعا ترك هذا المجال وكان مكون فرقة الفور إم لحضراتكم بتتذكره وأخواته من البنات منهم طبعا النجمة الكبيرة مع أبوغوف فالحقيقة في حالة من الحزن مسيطرة على الجميع بعد ما تم الإعلان عن قبر وفاة دكتور عزة أبوغوف لأن الحقيقة ليه شعبية كبيرة جدا جدا على المستوى العام وكمان على المستوى الثقافي وكان بيترأس مهرجان القاهرة السينماء الدولي في عدد من دوراته فالرجل كان ليه إسامات الحقيقة كبيرة جدا جدا بالإضافة لكونه كان طبيب كمان فالرجل كان ثاري على كل المستويات الحقيقة